السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي فيزياء للصف الثالث من توصق التمهيدي راح أخذ أشرح المسائل نبدي بمسائل الفصل الثالث الأمثلة هذه صفحة 52 هذني المثالي المهمات كلش يعني شرحها آن المسائل والأمثلة كلها حالتها بس شو سوي راح أخذ فقط المهمات من كل فصل هسا هنبدي بالفصل الثالث المثال الأول يمر خلال مقطعا أرضيا من موصل شحنات كهربائية مقدارها 1.2 كولون في كل دقيقة احسب مقدار التيار المنسب خلال هذه الموصل مطيني بس الشحنات الكهربائية يعني الشحنة مطيني 1.2 في كل دقيقة ويريد التيار يعني ما مطيني انتبهوا على في كل دقيقة الدقيقة راح أحولها إلى 60 ثانية فنكتب القانون يوم قانون هذا قلت لكم يعني بين كل فصل يختص القانون فشون تفرقون بين مثال ومثال وبين أسئلة مسألة ومسألة فهنا يقول لي ما مقدار التيار روح عليهم على مثلا المطلوب احسب مقدار التيار اذا قال لي مقدار التيار فاروح على الفصل الثالث شنو قانون التيار التيار تساوي الشحنة على الزمن هذا يلا عيني نبدأ بالشرح يلا يا الله بسم الله الرحمن الرحيم المثال الأول صفحة 52 ها عيني مطيني شحنة مطيني واحد بوينت اثنين كولون قايا اللي شنو في كل دقيقة في كل في كل دقيقة يعني شساوي الدقيقة احولها الى 60 ثانية ويشي ريد المطلوب يريد ما مقدار التيار ما مقدار التيار يلا قانون التيار اكتبه قلت لكم عربي وانجليزي التيار يساوينا الشحنة على اليمن على الزمن تيار شنو هذا الرمز مالته اي يساوينا الشحنة جقد كيو والزمن تي بما ان التيار مجهول ينزل كيو جقد الشحنة مطينيها واحد موينت اثنين كولون والزمن ستين ما مطيني بالسؤال ستين دايلي دقيقة انا سوتها حولت الدقيقة الى ستين ثانية معيني نقسم مية واثنين على ستين شنو مية واثنين واحد موينت اثنين على ستين واحد يعني لما نقسم هاي شي سموها نحذف الفارزة هنا ستين اثمعش كم ستين ما بها اثمعش صغير وهذا كبير فاشي سوي اخلي صفر وفارزة وخلي هنا صفر زين او هنا ايضا اخلي صفر مية وعشرين كم مية وستين انضم صفر منا صفر منا اثمعش كم ستة بها اثنين اثنين في صفر صفر اثنين في ستة اثمعش باعوا طلعنا ايش قيل طلعنا الامبير او التيار يساوينا صفر بويند صفر واثنيا بالمية امبير هذا التيار المنساب ناخذ علي المثال الثاني ان شاء الله افتهمتوا المثال الثاني اذا كان مقدار التيار المنساب في موصل يساوي صفر بويند اربعة امبير احسب كمية الشحنة التي تعبر مقطعا من الموصل امطيني مطلبين اثنين ثانية واربعة مينتس يعني شنو مينتس يعني هاي بالثانية بالدقائق شنو الثانية هي الثانية ثانية بالدقائق يلا يهم مغير يلا عيني اذا كان هذا مطين التيار شوفوا شوف الفرق بين المثال الاول والمثال الثاني مطيني التيار المثال الاول هو يريد التيار مطيني التيار التيار شنوه 0.4 امبير هذا من هو هذا التيار شنوه في مو احسب كمية الشحنة شنوه المجهول الشحنة المطلب الاول شي يريد اثنين ثانية هو يريد الشحنة بس مطيني المطالب اثنين ثانية واربعة منتز يلا عيوني هسا شاكتب التيار تساوي معيني التيار تساوي الشحنة على اليمن على الزمن التيار يرمز الى i يساوينا الشحنة q والزمن t زين نجي على انا من قلت اذا يريد التيار ما ساوي طرفين بوسطين لكن هاي رح اساوي طرفين بوسطين ليش لان الشحنة مجهولة اقول q باعه هذا q يساوينا الامبير في t يعني التيار في الزمن q يساوينا جهد التيار منطينية صفر بويند اربعة امبير في في جهد التي الزمن اول واحدة اثنين ثانية وان المطلب الاول هذا هذا عيني المطلب الاول يعني في ثنين ثانية q يساوينا الصفر فارزة ينزل اربعة في ثنين ثمانية كولوم هاي طلعت طلعت كمية الشحنة هسا ال a هذا طلعت المطلب الاول المطلب ال b يريد اربعة منتز يعني شو نقول نفس القانون نفس القانون يلا نفس القانون q يساوينا الامبير التيار في t ال q يساوينا هاي q ومو اي يعني التيار هو منطينية صفر واربعة امبير في الزمن منطيني اربعة منتز شوفوا هاي الاربعة رح نضربها منتز شكت ستين ثانية يعني ستين ثانية هاي دقيقة نحولها للثانية شنوها يجلت اربعة في ستين ثانية q يساوينا يعني قليباتي الصفر وهي الصفر يروح هو والفارزة نضرب اربعة في اربعة ستعاش في ستة ستعاش ستة في ستة ستة وتلاثين ستة في واحد ستة سبعة ثمانة تسعة ستة وتسعين كلهم طلعت كمية الشحنة ان شاء الله فتهمتوا وبالتوفيق شكرا لكم